أهلا وسهلا بكم في النشارة الجوية على قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تصامر جوال حرة وموجة الحر بوسط الصحراء وكذلك منطقة الواحد ونحط فوق درجة الحرارة 48 درجة مئوية ونجد في تفاصيل نبدأ بصورة القمر الإصطناعي تضحنا انتشار بعض السحب العابرة على الجنوب الغربي باتجاه شمال الصحراء الريح رح يكون شيء قوي على المناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى يؤدي إلى تطاير للرمال منطلع الجاج تاني على المناطق الجنوب يكون فيه تطاير للرمال خاصة بأقصى الجنوب نحو الوقر والتصليب وسط وشرق الصحراء نشوفوا مشاهدينا أكثر تفاصيل نبدأوا بالحال مع الصباح كيف سيكون أموما الحصب يكون ضباب خفيف مع بعض السحب السوف لتخص السواحل الغربية وكذلك الوسطى بالمناطق الشمالية أموما حتى على المناطق الجنوبية نقدر أن الأجواء ستكون مستقرة ستكون هناك شميسة مرفوقة ببعض السحب العابرة للاح تكون بلا فعالية درجات الحرارة اللي راح ينسجل إن شاء الله مع صباح ومع الفجر تقدر تلحق إلى حوالي 32 درجة بعين صالح أدارة ميمون تيميا وينوركان سجلوا في حدود 21 درجة بالعاصمة نفس المقياس بجي جيسكيك دعنا باتيشي سدو 24 درجة بمنطقة غيليزان نفس المقياس بسعيدة وسيدي بالعباس وفي حدود 23 درجة على تيزي وزو ولبليتة وسيدي موسى شوفوا مع بعضنا الحال مالاشي إن شاء الله وممارحة شكل رعود على المناطق الداخلية وكذلك الهضاب العليا وكذلك الأوراس قد تلتح قد الرعود إلى السواحل الوسطى والشرقية أواخر المساء رعود منعزلتان موسمية مرتقبة بأقصى الجنوب نحو الهوغار وكذلك التسلي تبقى الأجواء نقول أنها الصافية على معظم المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية مع تطير للرمال كما نشوفه في الصورة حيخص حتى المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية درجة الحرارة تبقى دائما الأجواء حرى موجات الحرارة دائما تبقى تخص وسط السحراء ومنطقة الواحات تقدر تلحق حتى 48 درجة مئوية تحت الضيل بأدرات ميمونة ميوين ورقان نفس المقياس بمنطقة ورقلاو وكذلك حسيم سعود 44 درجة على إليزي وجانت 47 درجة بمنطقة تعين صالح كذلك بمنطقة تيندوف 34 درجة بالعاصمة 42 درجة بالغوة وأفلو و44 درجة حين سجلها كأعلى مقياس بالمناطق الشمالية حين سجلها بولاية لمسي لو في حدود 40 درجة سجلها إن شاء الله بمنطقة البيض النعمة ومشرية خوطنا السيادين للمتوجين إلى السواحل الوطنية البحر على طول الشارة السحلة سيكون جميل إلى قليل الاتراب على السواحل الشرقية للوطن شوفوا مع بعضنا الرؤية وكذلك اتجاه الأمواج سيكون شمالي شرقي على السواحل الغربية وشمالي غربي على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية فيما يخص مشاهدينا علو الأمواج يقدر يلحق حتى المترة على كامل الشريط الساحلي شوفوا مشاهدينا اليوم ولاية من ولايات بلدنا اليوم توجه بكم إلى ولاية خنشلة الشرق الجزائري أموم الأجواء من صفيا إلى مغشات جزئية سحب عابرة بلا فعالية درجة الحرارة تقدر تلحق فيها إلى حوالي 38 درجة مئوية نسبة الرطوبة تلحق إلى حوالي 45% والريح إن شاء الله يقدر يلحق حتى 40 كم في الساعة نختم بورقة الشروق والغروب للجزائر العاصمة وبعد من ولايات الوطن الشروق بالعاصمة سيكون على 45 دقيقة والغروب سيكون على 8 و3 دقائق شكرا مع المتابعة طابة وقتكم السلام عليكم